لحد النهاردة احنا متكلم على عشر سنوات اللي فاتت تم انجاز العديد من المشروعات الزراعية والصناعية في سيناء الخطط دي خدت مجهود ووقت وتكلفة كبيرة جدا عشان في النهاية الهدف زراعة شبه جزيرة سيناء بمحاصيل استراتيجية تفيد الدولة المصرية خلينا نتسأل ايه اهمية التنمية الزراعية اللي حصلت في سيناء ازاي الدولة قدرت تحول سيناء لمشروعات زراعية ده اللي حيجاوب عليه ضيفنا اللي موجود معانا في الستوديو الدكتور علي اسماعيل أستاذ المياه والأراضي بمركز البحوث أهلا وسهلا بك أستاذ المشاهدين صباح الخير على مصر صباح النور يا دكتور دكتور تحويل الصحراء لأرض زراعية ده أعتقد خد وقت كبير ومجهود أكبر في الفترة اللي فاتت عايزين نعرف من حضراتك أهمية التنمية الزراعية اللي حصلت في سيناء بصد حضراتك يعني خلينا نبتدي وإحنا في هذا الكلام بداية عام جديد بنعني طبعا الشعب المصري وبنبرك للسيطة الرئيس علشان يعني طبعا بفوز بفترة الرئاسة القادمة علشان نستكمل هذه المشروعات اللي هي مشروعات التنمية اللي هو حركها يعني مشروع تنمية سيناء عايزين نقول إن كانت فكرته سنة 79 عشان نعمل مشروع زراعي في سيناء سنة 79 جاه الرئيس ده في أيام الرئيس أنور السادات لكن جاه الرئيس حسن مبوارك بدأ المشروع في 8 في 97 وبدأت إطلاق طرعة مشروع تنمية سيناء لاستصلاح ربمائة عشرين ألف فدان في شرق القناة ومتين وعشرين ألف فدان في غرب القناة وده لكن نبص هذا المشروع هل هذا المشروع استكمل بالشكل الكافي المشروع حصل لطعصر وتوقف لحد 2011 ما كناش عملنا حاجة أكتر من استصلاح حوالي عشرين أو خمسة عشرين ألف فدان في سهل الطينة و المتين ألف فدان اللي هما كانوا في غرب القناة وجود سيادة الرئيس هنا عاد فكرة تعمير وإنشاء سيناء ونبص سيناء فيها احنا بنقول فيها سيناء بساعتها حوالي واحد وستين ألف كيلو متر مربع لكن عاد إحنا بنستهدف استصلاح ما يقرم من مليون فدان الدولة عملت إيه بقى هنا في هذا الموضوع عشان نعمل تنمية زرعية استكملنا هذه المشروعات إن إحنا بدأت فكرة إنشاء تاني يعني إحنا كنا بنودي سيناء مياه مخلوطة فكان عندي سهل الطينة فيها خمسين ألف فدان عندي منطقة جنوب الأنطرة فيها خمسة سبين ألف فدان يعني عندنا في ربعة فيها حوالي سبعين ألف فدان بير العبد واحد وثمانين ألف فدان سروا القوارير المشروع يمكن ترعة السلام المفروض أو بنسميها نسميها ترعة الشيخ جابر فهذه الترعة طولها حوالي مية خمسة سبين كيلو متر مربع هي وقفت عند كيلو خمسة وتسعين لم يستكمل هذا المشروع من هنا الدولة المصرية وفجود ذات الرئيس والأهمية الاستراتيجية أعتقد لما إحنا شفنا هذا الكلام بدأت تتعامل فيه عندنا في المحور الأوسط بقت فيه سحارة سرابيوم عشان نودي من خلال محطة المحسمة نودي مليون وبيتين وخمسين ألف متر مكعب مياه معالجة دي للمحور الأوسط عشان نستصلح في حدود من ستين لمئة ألف فدان في هذا المحور الأوسط اللي هو في اتجاه الإسماعيلية تمام عندنا بقى لما نقول ترعة السلام وعملنا أكبر محطة معالجة للصرف لأن بقولك كنا بنود ميا مخلوطة ميا ملوثة واحد مياة صرف مع مياة مياة بتدخلط مياة من النيل وبنغلطها بنسبة واحد لواحد وبدون أي مشاكل فهنا الرئيس قال لا خلينا بقى نعمل نود مياة ونعمل زراعات نظيفة ودبقى سينة هي الأرض البكرة تستمر أرض بكرة فهنا تم إنشاء أكبر محطة يمكن دخلت موسوعة جنس اللي هي بخمسة ستة من عشرها مليون متر مكعب عشان نستصلح الربعمية ألف فدان ونكمل لحد ما نصل إلى منطقة اللي هي سهل العريش في منطقة المزار والميدان ودي في حوالي 33 ألف فدان والسر والقوارير حوالي برضك حوالي خمسة ألف فدان فأنت لما تبص في كده يبقى أنت بتصلحي النهاردة تم استصلاح فعلي فوق المتين خمسة وستين ألف فدان طبعا في استهداف في مشروعات لما نبص لسينة بقى زمان أنت بتتكلم كده هي سينة فيها إيه؟ ده فيها خمس محافظات خمس محافظات عندنا برصعيد والإسماعيلية وعندنا السويس ودول واخدون جزء في شرق القناة والجزء التاني لها شمال سينة وجنوب سينة فلما نقول إن المشروعات الزراعية فيه في شرق القناة في الجزء ده كله جنوب الأنطارة خمسة أبين ألف دان دم استصلاحها بالكامل منطقة سهل الطينة الخمسين ألف دان بالكامل عندنا فيه الرابع وبيل العبد دولة حصل فيهم استصلاح واستزراع بالكامل فطبعا عندنا المحور الأوسط دخلين فيه في مشروع تنمية على أساس إن احنا نزرع فيه وديبقى عندنا كمان محطات داجنة ومشروعات دواجنة ده اللي عايزين أسأل حضرتك عليه إنه مهم جدا نوضح للمشاهدين إنه بس الموضوع مش مقتصر فقط على استصلاح أراضي مش أراضي يعني فيها محاصيل هي مشروعات خدمية خدمات زراعية وتصناعية متكاملة يعني عايز أوضح للناس إنه هو أنا مش بس بزرع لا ده أنا بعمل مصانع وخدمات زراعية وغيره في أكثر من منطقة شفت الدولستك الوقت الهدف الأصلي إيه أنا النهاردة زي أقول لك سينة كانت مهجورة أنت عارف أنت ألفوا به وجيم وأنت في الآخر كانت تتحركة بتاعتك محدودة فأنت النهاردة النهاردة لما تيجي تعمل ترفع عدد السكان النهاردة إحنا وصل سينة عدد السكان في سينة تقريبا إلى 4 مليون الزراعة هي الوحيدة اللي فيها كسافة عمالة العمالة من الأيد العاملة البشرية معها تصناع الزراعي بيزود فرص الحمل اللي بعاها فأنت النهاردة لما هتزرع أرض يبقى أنت بتوطن ناس بتعمل مجتمع زراعي موجود ويمكن إحنا عايزين نقول نضيف أكتر من هذا الكلام إحنا كان عندنا تم إنشاء أكتر من 18 تجمع بدوي 18 تجمع بدوي الأخوة البدوي اللي موجودين هناك وفي نفس الوقت أكتر من 4000 بيت ريفي ده موجود بخلاف المدن اللي هي بتتعامل عندك في ربح أو في بير العبد أو في السلام أو في شرق اسبعالية أو التنمية السيحية اللي موجودة كل ده كسافة بشرية يعني أنت نقول النسينا لها مقومات التصنيع الصناعة الصناعة الزراعية أو الصناعة التعدينية فأنت عندك أكبر مصنعين اتحاملهم للجرانيت والرخام ده ما واحد في المحور الأوسط في الجيف جافة والتاني في راس صدري فطبع أنت بتكلم هذه مشروعات مشروعات الأسمن الجامعات والتعليم فأنا النهاردة الهدف إيه هو رفع حياة مستوى المعيشة رفع الخدمات طب أنا النهاردة عشان أعمل خدمات أعمل إيه فالزراع عايزة إيه الزراع عايزة مية وفرناها مية بشكل كويس عايزة قهربة ففي تنمية ده حصل بقى إزاي وفرنا المية بشكل كويس إزاي إحنا كان عندنا مشروع تصلاح 700 ألف فدان ده إزاي قدرنا نوفر أو الدولة إزاي قدر توفر المية لري المهم هذه المشروعات لما بنقول إحنا الوقت إحنا عندنا خطة أساسية في الدلتة بتتعمل اللي هي مشروعات تطوير وتحديث الري إن أنا أقدر أدبر مية عشان أستصلح أرض جديدة النهاردة في نفس الوقت إن أنا بدأت تأخذ الماء اللي كان بتتريم في بحر المصر في بحر البعر فدي كان بتتريمي في البحيرة انت خدتيها وعملتي لها معالجة لأن أنا كل فدان عشان هستصلحه أنا محتاج 5000 متر مكعب مية فبالتالي جمعت كل مية الصرف زائد مية النيل اللي أنا بوفرها من عمليات تحديث منظومة الري بجمع كل هذه المية عشان أقدر أدبر هذه الموارد المائية فبقى عندما نؤذب أنا قلت كده في محطة المحسمة اللي موجودة بتتدار تديني مليون ومتين وخمسين متر مكعب يوم محطة بحر البعر خمسة وستة من عشرة مليون متر مكعب يوم الكمية دي من المية زائد عندي مجموعة من الأبار زائد حصاد الأمطار اللي موجودة ودي عندك سحر الشمالي في العريق من العريق في سينة كله دي منطقة ممطرة وكان فطبعا بتعتمد على المياه الجوفية وكانت الزراعة في العريش كل الأمور دي كان بتعتمد على المياه الجوفية فانت هنا تنمية هذه الأبار وحصاد الأمطار بتساعد كجزء من منظومة توفير مياه لمشروعات الاستصلاح فلكن فأنا بقول أن أنا محتاج مياه بأدبر مياه عندي بأدبر كهرابة طاقة كهربائية لأنه لو بفيش طاقة كهربائية مفيش تنمية طرق وخدمات فشوف حجم الطرق النهاردة عندك محاور تنمية ثلاث محاور أساسيين لثلاث أنفاء كبار زائد عندي أنفاء كبيرة حولت المياه المياه اللي راحل سينة دي منين فهي من خلال الأنفاء والأنفاء دي تحت قناة سويس فدي بنية انفراس راكش فالدولة هنا حطت في خطة الثمان سنين اللي فاتهم أكتر من استثمارات فوق السبعمائة مليار جنيه اتحطت عشان تعمل كل هذه المشروعات سواء كانت مشاعي صلح الأراضي أو محطات أو طبطين الترع اللي موجود عشان تنشئ هذه المشروعات محطات المياه كل الأمور دي الهدف الأساسي هو إيه أن أنت تعمل زراعة عزيز زراعة بتعمل إيه بتغطي جزء من احتياجات سكان سواء كانت محاصيل استراتيجية أو جزء من المحاصيل التصدرية يعني النهاردة لما بنقول سينة تتميز بإنتاجها من الزيتون أو زيت الزيتون الزيتون المائدة أو زيت الزيتون وأعتقد الجودة بتاعته على مستوى العالم زائد عندي من الخضار والنباتات الطبية والعطرية يعني دا بيحقيق يا دكتور علي الأمن الغذائي وكمان بيبقى فيه فائد للتصدير طبعا بالضبط دا الهدف الاستراتيجي دا بشكل استراتيجي زي ما حرك قلت طرق الزراعة في سينة كمان يعني احنا بنشوف توجه دلوقتي من وزارة الرأي ووزارة الزراعة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في ترشيد المياه طبعا واحنا شايفين مشاريع كتيرة جدا فيما يتعلق بترشيد المياه واستخدام أحدث التكنولوجية في الري وحضرتك أستاذ متخصص في المياه عشان أوفر هذه المياه ويبقى فيه كمان زيادة وكفاءة انتاجية للمحاصيل الزراعية ازاي بنطبق هذه التكنولوجيا في سينة احنا نمرت واحد يعني الكلام دا مهم جدا وانت حطيت ايدك على اللقطة مهم جدا هو منظومة الري انت متقدرش تستخدم في الأراضي وفي الأراضي الرملية الري بالغمر بقى الكلام القديم اللي حالف تاظيره في الدلتة فانا بستخدم ايه؟ نظومة رأية حديثة فنظام الري الحديثة سواء كان نظام الري بالرش سواء باستخدام البيفوت او النظام الرائش السابط او المتحرك او نظام الري بالطمئت او نظام الري اللي هو بنسميه المطري كل دي نظومة رأي الهدف هنا ايه؟ رفع استخدام كفاءة المية فبالتالي برفع كفاءة الاستخدام لفوق 80 أو 85% وبالتالي أنا هنا بضيف مية طبعاً لها أهداف كتير جداً ومرضود اقتصادي كمان حتى على المنتج أن أنت بتضيف أسمدة بالكيميات اللي أنت عايزة دون إدارة للأسمدة أن أنت بتوفر في الطاقة اللي موجودة أن أنت بتشغل منتاش مفيش إفراد في استخدام المية فبالتالي أنا برفع الكفاءة من 50% ل85% يبقى أنا بوفر مية بضيف سماد في نفس الوقت أنا ما بشغلش مساحات أخرى في بسميها الأوني والبتون وكل هذا الكلام أن أنا بعمل تأقلم مع التغيرات النخية النهاردة لما أنا بضيف مية عند كميات مطر جاية في المناطق دي أنا بقلل استخدامي من الرأي وبوقف تشغيل الرأي السطح العادي لأن في مطر طب أنا لو في موجات حرارة أو موجات بتاع أنا ببتدي أشغل في التأويدات اللي أنا عايزة وبالتالي في أقلمة في نفس الوقت أن المحاصيل ما بتتلفش يمكن حتى يمكن كانوا بناخد الخبرات زمان من أهالي العريش في الزراعات لأنهم خدوا خبرات اكتسبت في فترات معينة وكانوا بنقلوها للدلتا اللي هي الزراعة على الرايب التطقيق وممكن هم كانوا أول ناس استغلوا في التطقيق أخوانا وأصحابنا يعني أهالينا في العريش هم دول كانوا هم الجايد في فترة معينة وبدوا ينزلوا الدلتا ومنزلوا المنطقة الصحراوية على طريس كديرا الصحراوي هم كانوا بنقلوا هذه الخبرات فهنا استخدامنا للتكنولوجي والسمرت أجريكال شرور للزراعة الحديثة فأنت النهاردة بستخدم الموبايل وبستخدم التكنولوجيا الحديثة في إضافة المياه وتشغيل المزارع فطبعا أنت النهاردة بتشتغل بنظم من حي سلطها الآخرين فممنوع الرايب الغمر الحتة الوحيدة اللي فيها رأيب الغمر هي منطقة صهل الطنة بحكم أن الأرض طنات إلى أعراضي ما فيها ظروف ملوحة فبتعمل عمليات غسيلة وبتبتدي تستخدم لكن جميع الأراضي سواء في الأنطرة أو في الأنطرة أو في شرق الإسماعيلية أنا عايز بس يمكن أذكر لحد 2014 كان عندنا قرية اسمها قرية الأمل يمكن سيادة الرئيس قال القرية دي من كذا وتمانين قعدت مهجورة هو الوحيد اللي قال لا كده قرية ومشروع استصلاح 5000 فدان سبتوها أكتر من 15-20 سنة ما بيشتغلش المشروع فقعد الأمل لهذه المشروع ورجع المشروع وشغاله توزع على الشباب القريجين في قرية الأمل وبتستخدم أحدث تكنولوجي في عمليات الزراعة والراي فطبعا أنت النهاردة استخدامك للتكنولوجيا الحريصة ومن حيث انتهى الآخرين ده بيساعدك على إدارة المنظومة الزراعية وفي نفس الوقت هو بيرفع دخل المزارع لأن انت بستخدم كميات مية مع محاصيل وفي تكيف ان انت بتستخدم الفكهة بتستخدم الخضار فبتنتجها تحت نظم رأي حديثة بتستخدم مستويات منقفضة من التسبيد مش هتستعمل إكسيس من الإفراط في عمليات التسبيد فالزراعة للحديثة أو التقنيات العالية في هذا الكلام هو ده توجه في كل الأراضي الجديدة منها سينة أو في أي ماشروعات استصلاح أراضي أخرى طيب احنا نتكلم على الأخص على سينة والوضع الموجود بالفعل بالذات للمياه في سينة بعض الأماكن بتكون فيها المياه حلوة لو بنتكلم على المياه الجوفية بعض الأماكن الأخرى بتكون فيها المياه الملحة ازاي تم استخدام تكنولوجيا مختلفة لاستخدام المياه الملحة برضو في الراي وازاي تم التعامل معها وبالفعل ده تجربة ونجحة واحنا شايفين أنها بيتم استخدامها طبعا لما بنكلم فيه إحنا عندنا يعني التراكب المحصولية مرتبطة بملوحة مياه الرأي وملوحة التربة فأنا لما باجي أعمل سياسة صراعية أبتدي أشوف مستوى ملوحة المياه ومستوى ملوحة التربة وابتدي أشوف إيه المحاصيل المناسبة لهذا الكلام فالنهاردة عندنا فيه تقنيات حديثة النهاردة بنستخدم النانو يعني كجزء من تحليط المياه في وحدات موجودة بتقدر تعادل ملوحة المياه في نفس الوقت ده أنا بضيف بعض المواد العضوية اللي هي زي الدبال الأحماض الأمينية كل هذا الكلام خلينا بدأت تتحمل استرس وبالتالي تبتدي تشتغل على هذه المياه اللي فيها مستوى ملوحة أنا عندي زراعات زي الزتون والنخيل من المزراعات اللي بتتحمل شوية في الملوحة عن المحاصيل الخضر والحاجات دي فطبعا هنا التركيب المحصول فأنا النهاردة لازم أبتدي أشوف مستوى الملوحة اللي موجودة عندي أربط بيها التركيب المحصول المياه مستوى كواس جدا استخدمها كل المحاصيل بلا استثناء تبتدي تزيد فيها الملوحة بالتدريج أبتدي أشوف التركيب الملأمة لها إيه من هنا هو ده الأساس في استخدامي لنوعية المياه اللي موجودة النهاردة فالمعالجة والتكنولوجي وتحليط المياه ويمكن احنا بنقول لهم محطة المحطة المعالجة بتاعت بحر البقر بدأت تزع جزء كبير جدا من الأملاح اللي موجودة زائد وترصب جزء من الأملاح الأخرى في صورة أملاح عضوية أخرى وبالتالي بترفع من كفاءة ونوعية المياه وبالتالي يبقى هنا في الآخر ما فيش أي تأثير أو على النبات أو دامج على المحصول اللي بتزارع كمان في تطوير بيحصل في بحارة البردويل تطوير مهم مهم لأنه فيه كمان مينة مينة البردويل وفطور سينة كمان وحفظ السمك وإنتاجه وتغريفه ده مهم جدا للتنمية هو ده جزء اللي هي احنا بنقول أن الزراعة فيها يعني هي مسلس الانتاج النباتي والانتاج الحيواني والتصدير الزراعي الزراع السمكي والانتاج السمكي ده داخل في المسلس اللي هو بتاع الانتاج الحيواني في البرد ده احنا عندنا خلي بالك في سينة مزارع كبيرة جدا مزارع طبعا شرق برسعيد ودي فيها أكتر من خمس تلاف يعني ما يقرأ من ست تلاف حوض وأكبر مزرعة صحيح مزرعة الفيروس لإنتاج الأسماك ودي يعني من الحاجات الحديثة اللي اتعملت عندنا جزء تاني بنتكلم فيه اللي هو بحارة البردويل بحارة البردويل طبعا كانت كانت مهملة لفترة طويلة حصل تطهير للبحيرة تم يعني البواغيز بتاعتها تفتحت والطهارت وبدأت يتعمل حتى كمان فيها اللي هي أربع قرى للصيادين تم في نفس الوقت في مطار البردويل عشان ياخد على طول التصدير السريع والمباشر للمنتجات الفخرة سواء البوري أو الدينيس أو الأروس كل كلام ده زي دي جنباري فطبعا كل الأمور دي انت بترفع القيمة المضافة بتحسن حياة الناس في الموجودين فالإنتاج السمكي ده موجود فيه قفص برضك في قناة السويس واعتقد ان احنا عندنا محور كبير واحنا محدش بتكلم عليه هو محور تنمية قناة السويس محور تنمية قناة السويس من السخنة من خليج لحد برصعيد هذا أكبر مشروع بتعمل طبعا ده طفرة حصلت حينقل مصر نقلة كبيرة جدا خلال السنين القادمة جوانب كثيرة جدا للتنمية في سينة محتاجين حلقات وحلقات تتكلم عنها في مختلف الجوانب الزراعية والصناعية والتعدينية والسماكية كمان مشكرك شكرا جزيلا لوقتنا وشرفتنا طبعا لوقتنا وشرفتنا دكتور علي إسماعيل أستاذ المياه والأراضي بمركز البحوث صباح الخير صباح الخير عليكم شكرا 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 شكرا